السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حنكمل معاكم بقية دروس الوحدة الأولى من منهج توب جول الجديد للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وابل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل يلي بيشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي سيتحدث عن أحوال التكرار ماذا نعني بأحوال التكرار وما هي الكلمات التي نستخدمها والتي تدلنا على مدى تكرارنا لفعل شيء معين سأقوم أولا بشرح قاعدة الأدبيربس أوف فريكونسي أي أحوال التكرار تعني كم مرة نقوم بفعل هذا الشيء وفيها نجب على سؤال أي كم عدد المرات التي نفعل بها شيء يوميا أسبوعيا شهريا أو سنويا وكلمات الأدبيربس أوف فريكونسي هذه دائما تأتي في زمن المضارع البسيط وهي إجابة للسؤال أي كم عدد المرات التي نقوم بها بفعل شيء معين لدينا الكلمة الأولى وتعني دائما أي أننا نقوم بهذا العمل دائما بنسبة 100% الكلمة الثانية هي وتعني عادة أي أننا نفعل هذا الشيء بشكل معتاد والنسبة تكون 90% أي أقل بقليل من الكلمة الثالثة هي والبعض ينطقها كلاهما صحيح إذن تعني غالبا نقوم بفعل هذا الشيء في الغالب بنسبة 70% يليها أحيانا أحيانا نقوم بفعل هذا الشيء بنسبة 50% يليها وتعني نادرا ما نفعل هذا الشيء ونسبتها 10% وأخيرا لدينا أي أبدا لا نفعل هذا الشيء نسبة 0% أي لا نفعله أبدا إذن سنبدأ بأولوز أي أننا نفعله دائما يليه يليه نزولا عندما يقل فعلنا لهذا الشيء يأتي بعدها ويليها إن كنا لا نفعل هذا الشيء أبدا وهنا لدينا أمثلة على كلمات الأدبرب كيف تأتي وأين موضعها في الجملة مثلا هنا لدينا الجملة الأولى نقول أي أنا دائما أحل واجباتي بعد الغداء شيء أفعله دائما هنا نلاحظ أن كلمة أولوز جاءت قبل الفعل ونلاحظ أيضا لوجود ضمير الفاعل آي أو إذا جاءه they أو we أو you دائما الفعل يأتي بدون أي إضافة وهذا في زمن المضارع البسيط نرى الجملة الثانية هي بعض الأحيان تطبخ العشاء نلاحظ أيضا أن sometimes جاءت قبل الفعل لكن هنا نلاحظ وجود S في الفعل لماذا؟ لأن ضمير الفاعل هنا جاء الشيء إذا جاء الشيء أو he أو it أو جاء مفردا فإننا نضف للفعل S في زمن المضارع البسيط ننتقل الآن إلى صفحة الكتاب سنقوم بفتح page number 9 On page number 9 أو في صفحة 9 لدينا هنا number 3 رقم 3 يقول السؤال match the adverbs of frequency with the checks and crosses إذن علينا أن نصل أحوال التكرار مع عدد الصح أو الخطأ المناسبة number 1 هنا لدينا always always أي أننا نفعل هذا الشيء دائما وباستمرار إذن سنختار عدد الصح الأكثر وهي C سنكتب C هنا number 2 usually أي عادة تلي دائما always إذن هنا سنختار عدد الصح الذي يلي always هنا أربعة إذن هنا يليها بثلاثة إذن سنكتب E وهي المناسبة number 3 لدينا often أي غالبا ما نفعل هذا الشيء أيضا هي تلي usually في عدد الصح إذن هنا لدينا اثنان إذن سنكتب A يلي often sometimes أحيانا إذن الذي يلي usually هنا sometimes بصح واحد إذن سنختار D وأخيرا لدينا never أبدا لا نفعل هذا الشيء إذن cross X لا نفعله أبدا وستكون B ننتقل إلى number 4 المطلوب order the words to make sentences علينا أن نرتب الكلمات كي نكون جملا هنا لدينا كلمات لجملة تظهر فيها كلمة من كلمات الـ adverb of frequency علينا أن نرتب هذه الكلمات كي نكون جملة صحيحة لدينا mix وهو الفعل ويعني يصنع my dad أبي هنا في الجملة هو الفاعل dinner العشاء هو المفعول به ولدينا الـ adverbs of frequency often قلنا دائما often تأتي قبل الفعل وتنتهي الجملة طبعا بنقطة دائما سنبدأ بالفاعل إذن سنقول my dad often makes dinner إذن الجملة ترتيبها الصحيح هي my dad often makes dinner ولا ننسى النقطة number two أيضا لدينا كلمات الجملة علينا أن نرتب هذه الجملة لدينا هنا حرف الجر at وتعني في school المدرسة we نحن وهي الفاعل sometimes أحيانا وهي من الـ adverb of frequency celebrations celebrations احتفال have لدينا هنا have هي الفعل إذن سنبدأ بالفاعل ثم الـ adverb of frequency يليها الفعل ونكمل بقية الجملة إذن سنقول we sometimes have لدينا ماذا؟ celebrations احتفالات أين؟ at school في المدرسة ولا ننسى النقطة إذن نحن أحيانا يكون لدينا احتفالات في المدرسة number three أيضا لدينا كلمات علينا أن نعد ترتيبها لدينا هنا does يفعل هنا هي الفعل his هنا ضمير عائد على المذكر in في حرف جر the أداة تعريف عادل هو الفاعل park اسم وهو الحديقة homework واجباته never أبدا لا يفعل هذا الشيء قلنا دائما سنبدأ الجملة بالفاعل يليه الأدفرب of frequency وبعده الفعل إذن سنقول عادل never does does ماذا؟ هو أبدا لا يفعل ماذا؟ لا يحل واجباته إذن does his homework أين in the park في الحديقة إذن عادل never does his homework in the park أبدا لا يحل واجباته في الحديقة ونلاحظ هنا لأن عادل جاء مفرد فإن الفعل هنا أضيف إليه s number four i أنا وهو الفاعل أو ضمير الفاعل mornings في الصباح always دائما have يكون لدي on في Tuesday يوم الثلثاء class حصة art حصة الرسم هنا art تعني الرسم إذن سنبدأ في ضمير الفاعل I أنا وبعدها الأدفرب of frequency always يليها الفاعل have إذن I always have يكون لدي ماذا يكون لدي art class حصة الرسم متى on Tuesday mornings أي في صباح يوم الثلثاء إذن سنقول I always have art class on Tuesday mornings ولا ننسى النقطة في نهاية الجملة number five my ضمير ملكية goes هنا الفاعل أذهب to إلى هنا حرف جر the أداة تعريف best friend صديق المفضل on في Thursdays أيام الخميس often غالبا school مدرسة club نادي إذن سنبدأ ب my best friend أي صديق المفضل بعدها سنكتب the adverb of frequency often صديق المفضل غالبا ماذا يفعل goes يذهب إلى أين to the إلى school club نادي المدرسة متى on Thursdays في يوم الخميس إذن my best friend often goes to the school club on Thursdays ولا ننسى النقطة أيضا نلاحظ لأننا نتحدث عن مفرد جاء الفعل مضاف إليه S ننتقل الآن إلى حل تمرين الكتاب الخاصة بهذا الجزء من الدرس سنقوم بفتح صفحة رقم 122 أي 122 لدينا هنا سؤال number one look and complete the chart with an adverb of frequency علينا أن ننظر ونكمل هذا الجدول بكلمات أحوال التكرار لدينا always never often sometimes ويوجولي قلنا دائما عندما نفعل هذا الشيء بشكل دائم ومستمر نقول always إذن هنا سنضع always وتعني دائما يليها usually أي عادة ما نفعل هذا الشيء ثلاث نجوم سنكتب هنا usually بعد usually تأتي often غالبا ما نفعل هذا الشيء سنكتب often هنا بعد often تأتي sometimes أحيانا نقوم بفعل هذا الشيء أما عندما لا نفعل هذا الشيء أبدا نقول never ننتقل إلى السؤال number two order the words to make sentences أيضا علينا أن نرتب هذه الكلمات كي نكون جملا صحيحة number one لدينا usually وهي كلمة الـ adverb of frequency I ضمير الفاعل on في days أيام school المدرسة get up يستيقظ وهو الفاعل at seven o'clock في تمام الساعة السابعة صباحا كما ذكرت سنبدأ الجملة بالفاعل أو ضمير الفاعل هنا I يأتي بعدها الـ adverb of frequency وهي usually يليها الفاعل أين الفاعل get up أي أستيقظ إذن I usually get up أستيقظ متى at seven o'clock في تمام الساعة السابعة متى on school days أي في أيام المدرسة إذن الجملة ستكون I usually get up at seven o'clock on school days number two لدينا بد السرير we always نحن دائما go to نذهب إلى الفاعل نذهب إلى read our أيضا هناك فاعل آخر نقرأ مثلا أور ماذا كتابنا هنا ضمير ملكية ويوجد أيضا ضمير فاعل آخر وهو we تعني نحن new جديد before قبل comic box أي كتب كوميدية سنبدأ الجملة بضمير الفاعل الذي كتب بال capital letter لأن دائما الجملة تبدأ ب capital letter إذن سنقول we always نحن دائما ماذا علينا أن نفكر بكلمات الجملة هناك قراءة كتب كوميدية وهناك أيضا ذهاب إلى السرير دائما نقرأ الكتب قبل النوم والذهاب إلى السرير إذن سنقول we always ماذا read our our ماذا new هنا يوجد صفة وهي جديد ماذا نقرأ comic box أي كتبنا الكوميدية أو كتب الشخصيات الجديدة متى before قبل we go to bed أي قبل أن نذهب نحن إلى السرير أو إلى النوم إذن الجملة ستكون we always read our new comic box before we go to bed number three لدينا saturdays أيام السبت hour أيضا هنا ضمير ملكية house منزل my أيضا شيء يخصني sometimes أحيانا وهي من كلمات الـ adverb of frequency lunch الغداء have يكون لدي at fee on أيضا fee ولكن تأتي مع الأيام aunt and uncle عمتي وعمي أو خالتي وخالي إذن سنبدأ الجملة بماي فهي كتبت أيضا بالكبتل letter ماي ماذا نتكلم عن من عن عمتي وعمي أو خالتي وخالي سنقول my aunt and uncle قلنا بعد الفاعل أو ضمير الفاعل سنكتب sometimes وهي كلمات الـ adverb of frequency هم أحيانا ماذا يفعلون أين الفعل have الفعل have إذن هم أحيانا يكون لديهم ماذا غداء lunch أين at في منزلنا at our house في متى on saturdays في أيام السبت إذن ستكون الجملة my aunt and uncle sometimes have lunch at our house on saturdays ولا ننسى النقطة number four لدينا often كلمة adverb of frequency my أيضا نتحدث عن شيء يخصنا go نذهب الفعل to إلى weekends في أيام نهاية الأسبوع the أداة تعريف park نذهب إلى الحديقة friends أصدقائي و on دائما تأتي مع الأيام تعني في هذه الأيام إذن أيضا سنبدأ الجملة ب my نتحدث عن ماذا my friends أصدقائي بعدها سنكتب ال adverb of frequency often يليها الفعل go go to where نذهب إلى أين إلى the park إلى الحديقة متى on weekends في أيام نهاية الأسبوع إذن ستكون الجملة my friends often go to the park on weekends الجملة الأخيرة لدينا my كتبت هنا ب small letter لم تكتب بcapital letter أي بحرف صغير لم تكتب بحرف كبير لدينا homework واجب the أداة تعريف I أنا ضمير فاعل morning في الصباح never أبدا لا أفعل هذا الشيء in تعني أيضا في do أحل إذن أنا سأبدأ ب I بعدها never ال adverb of frequency بعدها الفعل أنا أبدا ماذا لا أحل ماذا my homework واجباتي متى in the morning في الصباح إذن أنا أبدا لا أحل واجباتي في الصباح إذن ستكون الجملة I never do my homework in the morning إذن في هذا الدرس علينا أن نعرف كلمات ال adverb of frequency وترتيبها الصحيح أيضا علينا أن نعرف كيف هي الترتيب الجمل بوجود كلمات ال adverb of frequency والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا موسيقى